قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أفغانستان إن بلاده مستعدة لصدافة محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان لكن التطورات في أفغانستان تحول دون إجرائها وأشار المبعوث الروسي إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية شهدت أفغانستان عددا من الهجمات الإرهابية المدوية والتي قالت كابل ردا عليها إنها ترفض إجراء محادثات سلام مع طالبان